يعود تصعيد وتوتر من جديد بين أذربيجان وأرمينيا برلمان يارفان قال إن 15 جندياً أرمينياً لقوا حتفهم في اشتباكات على حدود البلاد مع أذربيجان كما أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن باكو أسرت 12 من جنودها هذه التطورات دفعت أرمينيا لطلب مساعدة سريعة من روسيا لما اعتبرته دفاعاً عن سيادتها الإقليمية ضد أذربيجان هذا الشيء خطير جداً على المنطقة بشكل عام لأن هناك يعني معارك ضارية الآن تجري داخل الحدود الأرمينية الرسمية طبعاً من جانب آخر قامت أرمينيا رسمياً بمناشدة أو بطلب المساعدة من الاتحاد الأوراسي ومن روسيا تحديداً ليتدخل مباشرة حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين وزارة الخارجية الأذربيجانية وفي بيان لها اتهمت أرمينيا بالتعمد في تصعيد الوضع على حدود البلدين وأن جنود بلادها صدوا هجوماً مضاداً للقوات الأرمينية كما أعلنت وزارة دفاع أذربيجان إصابة جنديين بجروح في اشتباكات مع القوات الأرمينية أطلقت الوحدات الأرمينية النار على مواقع الجيش الأذربيجاني مستخدمة الأسلحة النارية المختلفة على العيار مما عدى إلى إصابة المجندين الأذربيجانيين لوقف تهركات القوات المصلحة لأرمينيا وردع هجومها نفذت الوحدات والقوات المصلحة الأذربيجانية تدابير عاجلة وفي البداية تم تقييد تحركات الجانب الأرميني وألحقت بعتاده ومعداته أضرار المواجهة الجارية قرب منطقة ناقورني كارباخ المتنازع عليها بين باكو ويرفان جاءت بعد تصاعد التوتر بشكل مستمر في الأسابيع الماضية بين البلدين وذلك رغم توقيع اتفاق وقف النار ونشر قوات حفظ سلام الروسية بعد اشتباكات عام 2020 ترجمة نانسي قنقر شكرا